الخسارة أقول أنها جاءت بسبب المساحات التي وجدها لعبو الوكرة في خط دفاعنا وأيضا بسبب أننا كنا نهاجم منذ مداية المباراة وكنا نسعى لتسجيل الأهداف ولذلك للأسف كانت هناك مساحات استغلها لعبو الوكرة واستطاعوا التسجيل من خلالها في الخمس مباريات السابقة استطعنا الفوز ولكن تعرضنا في المباراة السادسة للخسارة والآن لدينا فرصة للعودة أمام الشمال وتحقيق النتائج الإيجابية والعودة للمركز المتقدمة في الدوري القطري نحن خاطرنا كثيرا هجوميا في المباراة السابقة من أجل إحراز الأهداف وهذا ما خلق المساحات لفريق الوكرة للتحرك كنا نريد التسجيل وتركنا المساحات ولعبو الوكرة استغلوها ونجحوا في التسجيل قمنا بمشاهدة المباراة ورأينا الأخطاء التي ارتكبناها ولا يجب أن نكون سلبيين وأن نرفع الرأي البيضاء الدوري لا زال طويلا والآن نحن أمام مباراة جديدة وسنعمل على تحقيق الانتصار فيها الفريق جاهز لمواجهة الشمال رغم الجدول المضبوط ولكن لعبوننا محترفون ويعلمون كيفية جعل أجسادهم جاهزة والمدرب هو من سيحدد من هم اللاعبون الجاهزون الذين سيبدأون المباراة أمام الشمال أعتقد أن الفوز في المباراة القادمة سيكون له أثر إيجابي ودفع معنوية كبيرة بعد ست مباريات في الدول القطري تأقلمت كثيرا من طريقة آداء الفريق والأفضل في تأقلمه هو كان مع حالة الطقس هنا في قطر وهذا أمر هام للغاية كرة القدم في قطر مثلها كمثل أي كرة قدم في أي منطقة في العالم ترجمة نانسي قنقر